أهلا بحضراتكم من جديد الحوار الوطني ويعني ما يحدث داخل الحوار الوطني ونحن نتكلم عن 23 جلسة لهذا الحوار الوطني وإنه يعقد في هذه الظروف الصعبة فده دليل على جدية هذا الحوار الوطني إلى أي مدى هذا الحوار بيعبر عن القضايا اللي بتهم الناس إلى أي مدى بيطرح الحلول اللي تناسب الناس مش ترضي فئة معينة ده مهم جدا أنه يحصل حيانه يعني الدعوة للحوار الوطني بين جميع القوى السياسية كانت يعني بتوجيهات من صيد رئيس عبدالفتاح السيسي في توقيت غاية في الأهمية أن احنا يكون عندنا رؤى محددة والجميع يكون موجودة على طاولة الحوار يطرح الحلول قبل ما يكون حديثنا الدائم عن المشاكل ولا نقدم الحلول ومن هنا جات أهمية الحوار الوطني بأنه يعبر عن كل اللي بيهم الناس ويمكن ناس كتيرة جدا جدا عندها أمال كبيرة في هذا الحوار الوطني أنه يحدث تغيير كبير في كل الأزمات الموجودة على كل الأصعيد ويكون لي شأن كبير في كل القضايا وكمان يعني الحلول السياسية لقضايا عدة نتكلم مع حضرتكم بشيء من التفصيل محدد عن الجلسة 23 للحوار الوطني اللي كانت يوم الأربع ومخرجاتها وما تم تناوله خلال هذه الجلسة واللي كان منباثق عنها بيان هام جدا للحوار الوطني نتكلم مع حضرتكم مع الكاتب الصحفي جمال الكشفي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ننورنا نهاردة في السيديو التاسع أهلا بحضرتكم مساء الخير أهلا وسهلا بحضرتكم أستاذ المشاهدين زي ما كنت بقول يعني مسألة استمرار انعقاد الجلسات في ظل هذه الظروف بالتأكيد ظروف صعبة ومعقدة في الداخل وفي الخارج يؤكد على أهمية وجدية استمرار هذا الحوار للوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف وفي مقدمتهم الموطن المصري يعني خلينا نقول أنه يعني المبادرة كانت يوم 26 إبريل العام الماضي النهاردة 28 إبريل يعني مرور سنة ويومين في الحقيقة عندما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني كانت مبادرة مهمة جدا لها أهدفها ولها رسائلها ولها دلالتها كانت مصر يعني قطعت شوط كبير جدا في الانتصار وفي الحرب ضد الإرهاب أيضا تواصل إعادة بناء البنية التحتية لدولة كانت وظلت لفترات طويلة هشة وبالتالي يعني كان هناك يد تبني ويد تحارب الإرهاب زي ما تبع نفسينا وإلى آخره وده كان شيء أمر كبير جدا ويحتاج إلى مجهود وبعد لما الدولة المصرية أطعت شوط في هزين المسارين وصلت إلى نقطة الحوار الوطني والمبادرة وإطلاق المبادرة وده كانت لفتة مهمة تهدف للآتي تهدف لأنه الجميع مدعو للمشاركة في صناعة قرار جديد يتعلق بالجمهورية الجديدة رأس الدولة المصرية يدعو المصريين يدعو الشارع السياسي يدعو القوى السياسية الأحزاب النخب ولو تفتكر حضرتك في هذا الإفطار كان حاضر ناس من المعارضة الأستاذ حمدين صباحي وغيره من رموز المعارضة في مصر والسيد الرئيس يعني نزل وسلم عليهم وصفحهم ودي كانت الرسالة المهمة القوية نفسياته أنه الجميع على طولة الحوار الجميع على طولة الحوار وتم تشكيل مجلس أمانا الحوار وانطلقت الجلسات وكان مجلس أمانا الحوار بيعكس فكرة التوافق حتى في الأسماء والاختيارات وهنا يعني حالة رضا عام لدى الأوساط السياسية وغيرها والأحزاب من خلال مجلس أمانا وانطلق مجلس الأمانا اللافت هنا بقى إيه اللافت هنا أنه مجلس الأمانا كان إشارة واضحة وكبيرة ومهمة جداً على أنه كل الأطياف على طاولة النقاش داخل مجلس أماناء الحوار وهي متفرقة من المعارضة ومن المؤيدين ومن أقصى اليمين ومن أقصى اليسار وبتجلس على طربيزة واحدة وبتتناقش وبتتبادل أجهات النظر طب ده مكسب ده هو ده المكسب أنه بناء أرضية صلبة قوية أرضية صلبة قوية وطنية سياسية لأطياف المجتمع دفحت ذاته مكسب كبير لأنه ليه مكسب كبير لأنه ما كانش موجود يعني كانت المطبات تقطع المسافات والجسور المتواصلة ما بين المؤيد والمعارض ما بين المؤلاء زي ما بيقولوا أو المعارضة وكذا أو يمكن كنا بنشوف هذه الجلسات لكن بتكون القرارات اللي حتقرج من هذه الجلسات معدى مسبقا ما كانش في حوار أصلا ما هوش حوار حقيقي يتسع للجميع زي ما بيحصل في الحوار ما كانش في حوار أصلا يعني فين قليل ما فيش يعني هنا أصلا الحوار يعني الفكرة هنا الحوار مش واحد يقابل واحد في مناسبة في يصلم عليه أو يتكلم معاه أو يتبادل الأخبار أنا بتكلم في الحوار الذي يهم الدولة حوار الشراكة في بناء الدولة في بناء الجمهورية الجديدة في مناقشة ملفات جوهرية وحيوية تتعلق ببناء الدولة في مرحلة جديدة يعني هذه السياسة بمثابة ودائع في بنوك المستقبل للشرع السياسي واخد بالحضر حتى أنه للمستقبل لأنه المبادرة وهذا الحوار للمستقبل مش للماضي وليس فقط للحاضر هو إشارة قوية جدا لبناء المستقبل ولرصف الطرق السياسية أمام الأجيال الجديدة والشباب في القادم إلى عالم جديد ومستقبل جديد وحياة جديدة وبالتالي هنا حتى لا يعاد تكرار مساحة التعقيدات والتشابكات السياسية التي عشناها لسنوات طويلة ونصل إلى محطة ربما يعني تكون معقدة الحقيقة هذه المبادرة عملت تفكيك لهذه التعقيدات السياسية وتوسعت النقاشات وعدس التوافق وبدأت النقاشات حول قضايا كثيرة جدا مهمة تهم المواطن ويعني لما أقول لحضرتك أنه نتحدث عن 113 قضية داخل اجتماعات مجلس الأمناء الذي وصلت وبلغت نحو 23 و20 وربما يزيد قبل الجلسة الافتتاحية تكون هناك جلسة أو جلستين على الأقل صحيح ونتكلم عن 19 لجنة نتكلم عن 3 محاور ومحور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي وكل هذه القضايا أخذت كل جلسة كانت تأخذ من 8 إلى 10 ساعات نقاش ونقاشات واختلافات ووصولا في النهاية إلى التوافق التوافق الذي ينطلق من أرضية وطنية وهنا تأكيد المكسب الحقيقي المستهدف من الحوار في تأكيد مساحة الوطنية لدى كل الأطراف اشتركوا في القناة